السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم زرت هذه المزرعة وما شاء الله مزرعة التين لأحد الأخوة في محافظة الداخلية وما شاء الله هو كان حطلها ظل ولكن بسبب الهواء وبسبب أنه حط العريش هذا الزور شوية ضغط وكذلك المسافات كانت يعني نوعا ما بعيدة عن بعضها بعض ولكن ناوي ان شاء الله يرقع مرة ثانية الأمور من جديد ويحط ان شاء الله اللي هو التور الأبيض طبعا أغلب الأصناف هنا هو عبارة عن البراون التركي والمسافة تقريبا ما بين الشجرة والشجرة الأخرى تقريبا ثلاثة متر مزرعة ممتازة جدا كانت هي أحواض لأشياء أخرى بس وحولها بعدين إلى زراعة التين ناقحة وبدأ أيضا يقوم بعمليات ترقيد هوائية جديدة في المكان ويسقي عن طريق القطار خلينا نشوف نظام الري عنده هذا النظام الري عنده ماشي إن شين وبعدين ماشيات هلا وفيهن قطار لكل شجرة وامورة طيبة والحمد الله رب العالمين أغلب الأصناف اللي موجودة هي ويش البراون التركي طبعا اللي تشوفوه البيض معناته البعض ما يعرف معناته وجود نسبة من الملوحة ولكن أشجار التين نعم تتحمل الملوحة وخاصة إذا كنت رافع لنا بدل المستوى هذا أجم الحاجة إنك ترفع هذا المستوى تكون ممتازة جدا بالنسبة للملوحة وكذلك لكثير من الأمراض رايح هو على ما نيتو هو يقوم بعملية توسيع يعني رايح يوخذ مساحة أكبر ويوصل لآخر المظلة هذا نيتو طبعا هذه أصناف أخرى هذا صنف آخر ولكن هو مسكين واحي لو اشتراه بالخطأ يفكر لبراون التركي ولكن هذا ما حدث ولعلها خيرة خينا نتمشي بعدنا داخل ونشوف كيف الأمور مزرعة رايعة اللي عاقبني أكثر شي فيها أنا عملية الرفع عن مستوى الأرض هذاك الرفع ممتاز جدا وقام بالترقيدات الهوائية طبعا نشوف في العود الواحد رقد أكثر عن مكان وهذا أيضا ممتاز ويستخدم عملية قطع القمة النامية الأمور طيبة رغم ملوحة الأرض ولكن الأمور طيبة على فكرة الأشجار اللي تشوفوها مثل هذه اللي تشوفوها إذا قتلكم أن عمرها ما واصل شهرين أتقوله مستحيل ما شاء الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بسبب التسميد العالي والأمور طيبة أيضا هو متخلص من الحشائش تحت بقدر الاستطاعة فأمور طيبة تمام التمام وهذا المزرعة اللي زرناها اليوم وهذه يا تقيمعة الخير وأنا أتمشي صراحة شفت شقرة هذه هذه الشقرة وأنا شفت قتلة هذه ما بخير هذه الشقرة براون تركي لكنها مصابة قال ويش قتلة مصابة في الأرض صحيح رحت وتفحصها البعض ما يعرف هذه هذه إصابة النمتودة آفة وتكون عقد مثل هذه تشوفوا العقد اللي موجودة فإذا عندك إصابك هذه الله يكون في عونك لأن هذه آفة صعبة جدا جدا والمشكلة إنها منتشرة في أغلب المشاتل هذه الآفة آفة صغيرة لا يمكن أن ترى بالعين المقرد لكن آثارها ممكن تشوفين إنما تودأ خطيرة آفة خطيرة حتى شوف أنا لعبتها حاليا بيدي وفيها التراب إذا سقط هذا التراب في مكان ثاني أنا قمت بعملية نقلها وهي تنتقل في العادة بهذه الأمور مثلا أنت حرتت بالشيول في المنطقة المصابة وروح تستخدم مكان ثاني تنتقل حبيبة أيضا معاك ولذلك وجب الحذر من هذه فلذلك لازم تعرف بعض الأشياء وبعض المصطلحات وبعض الآفات ما تزرع بقطين وتطلع من السوق الله حبيب لازم تعرف إن بعض الآفات صعبة وأمور هنا وأيضا تعرف الأنواع هذا الأغزيلي بتنعرف من أوراقها كذلك البراون تركي أغلب الأصناف هنا البراون تركي وقزاكم الله خير قلنا شويا نمشيكم معانا ونضرب لفة في المزرعة والأمور طيبة وترى على فكرة إذا شجرة واحدة مصابة بنا متودأ فإحتمال إصابة الكل بنا متودأ نزيموا الحل الحل شي مبيدات ورغم إنه المبيدات تراها ما تكافحنا بمكافحة فالحل الأمثل الوقاية والوقاية خير من من العلاق فدائما اشتري من مصادر موثوقة مصدر يعرف ما يعني كلمة نمتودأ ما تشتري فقط إلا من المصادر وتجزار عنها لأنك أنت في النهاية تحطم كامل حقلك ناهيك إن المبيدات مع النمتودأ غالية جدا يعني تقريبا المبيد الواحد وبعده 250 ملي تقريبا يوصل إلى 55 ريال عماني ولكن الأمور طيبة إن شاء الله جزاكم الله خير وبرك الله فيكم وادعوا لنا بالبركة وادعوا للأخ أيضا صاحب المزرعة بالبركة الله يبارك فيكم ترجمة نانسي قنقر